بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والدرس الرابع والستون من كتاب سهل مسارك باب صلاة الجماعة وشروط الإمام والمهوم وعشرة مكروهة في النفلي إمامة الأقطع والأشلي وذيق روح للصحيح أو سلس كذا كأعراب ولو ذكرى الدرس ومثله ترتب الخصي أو أغلب مأبون أو بدعي ومجهول حال أو إمام يكره والعبد لا بجمعة قد كره وجاز للعنين أي أمى ومن يخال فرعنا والأعمى ومثله الألكن والمحدود ويوجد من خفل الشديد على الإمام نية بأربعة وعشرة مكروهة في النفلي إمامة الأقطع والأشلي وذيق روح للصحيح أو سلس كذا كأعراب ولو ذكرى الدرس ومثله ترتب الخصي أو أغلب مأبون أو بدعي مجهول حال أو إمام يكره والعبد لا بجمعة قد كره وجاز للعنين أي أمى من يخال فرعنا والأعمى من له الألكن والمحدود ويوجد من خفل الشديد على الإمام نية بأربعة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين فهم بإحسان الله من الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الدرس الرابع والعشرون من أسهل المسال كباب صلاة جماعة الشروط الإمام والمؤموم وعشرة مكرهة في النقل إمامة الأغطاع والأشل يعني أن العلماء أنقلوا مسائل يكره بصاحبها الاقتداء عشرة مكروهة في النقل أي في نقل العلماء إمامة الأغطاع من كان مقطع اليدين أو اليد الواحدة أو الرجل تكره إمامته لنقصه عضوا من خلقاته والأشل كذلك يابس اليد أو الرجل أو الجنب أو جزء منه وذي قروح للصحي كذلك من به دمل أو شراحات تسيله وطبعا يعفاله عن دمها هو بنسي ولكن يكره لغير المصاب بذلك الماضي أن يصلي خلف هذا المصاب أو سلس كذلك من له سلس من يمر به سلس قضاء الحاجة أو البول أكرم الله تعالى ينتهي دائما يوميا بدون اختيار ينطلق منه بدون اختيار هذا يعفاله عن غسله ولكن نكره للسالمين من ذلك يصلي خلفه لأن الرخصة لا تتعدى محلها على قول أو سلس كذلك أعرابي ولو ذكر أن ترس كالك أعرابي واحد من أهل البادية الذين لا تنزمهم الجمعات يحجزكم في البوادي إذا أتى لقرية تنزمها الجمعة يكره لمن يصل خلفه أي فريضات ولو كان أعلم منهم وقد جاء شيخنا المرابط الحاجة رحمه الله تعالى ماضيا لكيفا القرية التي نحن نسكن فيها وطبعا قبل ميلادي بكثير وطلب من الناس أن يصلي بهم الجمعة هناك فامتنع وقال إنه أعرابي بدوي تكره إمامته وعلل ذلك بأن الأعرابية للأسف وهذا بعيد مما هو الآن موجود أن الأعرابية قد يكون جاف جاف الخلق جافيا أخلاقه قاسية وهذا بالعكس في هذه الأيام ولنقصه أيضا الجماعة والجمعة وهذا نقصه الآن للأسف لا يؤسف عليه فنقص الجماعة في هذه الأيام والجمع لا يؤسف عليها لأن غالب المدون الآن الفساد وإذلك أشار بعض طلابي يحظيه رحمه الله تعالى يقول عبد الودود وإن رأيت البدو فيه نقصة وأن ذلك صريح نقصة تذكر حديثا فيه خير مالي وفيه ذكر شعب الجبال تعلموا أن لا أوانه لا هربي واستجلي بيتين هما في الكوكبي نعم على الصفية ترك اللعبي وترك وشنه الإيثار لا في القربي والاعتزال في أوان الفتن بعد تعلمي من بعد تعليمي من بعد تعليمي من بعد تعليمي من بعد تعليمي كذا الفروض والسنع نسيته آخر البيت المهم ذلك كان موجودا في ذلك الوقت في أيام البادية بادية والحضر أكثر علما وأما الآن فأل البادية أحسن حالا بكثير وكثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشكوا أن يكون خير مالي المسلمين أظن من يتتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفروا بدينه من الفتن فهم أحسن من أهل الحضر بكثير فالحضر الآن أعوذ بالله خطر فالحضر الآن خطر فالحضر الآن خطر وإجرام وفساد وفساد عقل وفساد نقل وفساد كل فساد ديني والدنيا وأعوذ بالله من المدون الآن فهي مراكز الفساد وأعوذ بالله مراكز التلافذ ومراكز السينماهات ومراكز فيسبوك والعيفون وبئس الحال بئس الناس وأهل المدون الآن نعم عرابي ولو ذكرى درس ولو كان أعلم وهذا من خصائص الشيخ المرابط الحاجر رحمه الله وتعالى وتواضعه حيث أنه قال أنه بذو وإلا فهيهات هيهات هيهات ورجل الخاضر بلاد كلها وعرفها واعتزل الناس خبرة منه بهذا الزمان ومثله ترتب الخصي كذلك أيضا يكره ترتب جعل الإمام دائما خاصيا معناه يكون راتبا في الصلاة يعني يصلي بهم يوميا يعني دائما خاصة مغطوع الوثين أو أغلف هو الذي لم يختن معناه لم تجعله سنة الختال للأطفال معناه لم تقطع جلدته ذكره أو بدعي كذلك البدعي معناها من هو متصم ببدعي لا تخرج عن الملة الإسلامية وليس فيها فسق ناهر نعم نعم فإذا كان فيها فسق ناهر وهذا واضح يعني يحرم لأنه يرجع إلى الفسق فاسق بشارحة حرام الصلاة خلفهم نعم مجهول حال ولكن لا تتعزل في أمور البدعة كل ناس الآن يتكلل البدعة 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 كل ما يرى شيء يقول بدعته لأنه هو بدعة لأنه هو حق الشرعي وبدعة ولا يستحق الكلام لأن من يتكلم الآن هو حقيقة بدعة لأنه لو أنصف الزمن لما تكلمه على المنبري كما يقول ابن الخديم حبيب الله تعالى أفل لهذا العصر إنه فسد حتى عدا أرنبه على الأسد ويقول في عصرنا هذا فقلت منكرا على نفسي ومن هو قصير الباعي من بني الزمن يقول أن الناس الآن صارت تخطب وهي ما عندها يعني نعم من العلم يقول إذ لم يحطى بالحصول على الفروع إنني أصولي فقل له نعرف أين أصبح وإن أمس والخفاء برح داعين إلى الله تعالى لا يعلم العربية ولا يعلم التسير ولا يعلم الفقه ولا يعلم فرائض العين وشروط الصلاة وأركانها هذا داعين إلى الفساد أعوذ بالله منهم كذلك المأبون المكروض الصلاة خلفه وهو الذي يشبه النساء خلقة ليس عن قصد عندما ترى يتكلم يقول في تأنث يعني عندما ترى يتكلم وحديثه شبه النساء هو ليس عن قصد وليس عن شوة إنما هو خلقته وهذا في نقص ذكورية تكره الصلاة خلفه دائما معناها ترتيبه إماما وما إذا كان يتخنث معناه يريد أن يكون كالنساء ذلك حرام لأن تشبه الرجال بالنساء حرام وكذلك تشبه النساء بالرجال وهذا كثير الآن خصوصا النساء يريد أن يتشبهن بالرجال كثيرا الآن والعياذ بالله الرجال مساكين يعني عفو الله عنه ساكين عفو الله عنه مساكين مجهول حالنا وإمامي يكرهه كذلك أيضا مجهول الحال مجهول الحال واحد رأيته يصلي بالناس ولا تعرف هو يعرف يعني رأيت عليه يعني عليه وصاف التقوى ولكن لا تعرف هو درس العلومة أو لم يدرسها لم يدرس هل هو درس يعني الطهارة والصلاة وهل هو صحيح المنهجي المجهول أن تترى عليه علامات الخير لا مكره أن تصلي خلفه إلا إذا وجدته يصلي بناس تعلموا أنهم يعلمون العلم ويتقون الله تعالى فلا حرج في ذلك وقد قلت لكم ماضي أن حذروا من أن تصلوا خلف من لم تعلموا لأن الجهل في الناس الآن هو الغالب وغالبا قدم علامة ندراء وهو الشأن شرعنا فكثرة أو إمام يكره كذلك من ينتقده الناس في أمور ديني لم يثبت عليه شيء شرحة دينية معنافسق ولكن الناس يرونه يعني يلاحظون على أشياء يعني كأصحاب السياسات الذين لم يشتهلوا بالسياسة الخبيثة فهذا عندهم قطعا تهمة بالفساد ومن الذين اشتهروا بصعب الوجين والجلوس أمام الأمراء والأغنياء والنفاق هؤلاء فاسدون هؤلاء لصوص لا تجلس الصلاة خلفهم قطعا بلا شك والعبد لا في جمعة كذلك تكره إمامة العبد دائما ترتيبه إماما العبد المملوك لا في جمعة أما في الجمعة فلا تصحه لا تصحه الصلاة خلفه يعني العبد المملوك نعم وشاز للعنين أن يأم العنين هو الصغير الذكري الذي لا يقدر على الجماع هذا نقص كوريا ولكن لا تكره لا تكره الصلاة خلفه يعني أن يأم ومن يخالف فرعنا كذلك من هو مخالف للفروع كمن يلتزم مذهب الإمام الشافعي أو بحنيفة وأحمد بن حنبل رحم الله جميعنا فعنا بهم فلا حرج أن يصلي خلفه المالك لا حرج في ذلك هؤلاء كلهم أئمة هدى وكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا ومهلولها كذلك من له صعوبة في بعض مخالج الحروف ليس عن نقص تجويد ولكن عنده عقدة في بعض الحروف عقدة ليست ناشية عن تقصير في التجويد بل عن نقص في اللسان هذا أيضا يجوز الصلاة خلفه لكنة يقالها اللكنة ليس اللحن اللحن ناشية عن عدم تصحيح مخالج الحروف مع القدرات عليها أما واحد عنده لكنة كمن واحد عنده عقدة أصلا خلقة في لسان هذه التي يقال لها اللكنة والمحدود كذلك أيضا المحدود الذي حد في أمر من أمور الدين معنا زناء وحد مئة جلدة أو سرق وقطعت يده وعلمت توبته وهذا لا يشهد الآن للأسف هذا أيضا يجوز أن يصلى خلفه علمت توبته لأن الحدود يعني غسل من هذه الذنوب التي ماضت تجل منه عدوى ولكن ما زال خفيفا هذا تجوز الصلاة خلفه فإذا تحققت العدوى منه لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا أن يخالط الناس ولكن تخيلكم في كورونا غير صحيح فقط تضيع وقت لا تضيع وقت عليكم بالصلاة وأن تفعلوا أموركم كورونا يعني وساوس لا فائدة تضيع وقت كورونا وساوس تخيلات غربية ما فيها فائدة تضيع وقت كورونا يعني هذه أوهام تعلمون الأوهام والوساوس هي كورونا يا مخف للشديد للجدام الشديد المرض الذي كان ليصار محقق العدوى فلا يجوز أن يصلى خلفه ولا أن يقرب أخبا من عدواه ولكن هذا عدوى يعني مرض خاص بشخص أما المرض ينتشر في البلاد فلا يجوز الفرار منه لأن الهرب من قدر الله تعالى ولا يجوز ولا يجوز أيضا الهتيان إليه حيث اختص ببلدتي فالهروب منه حرام والذهاب إليه حرام وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانه ربك رب العزيزة عما يصيه السلام وعلى الرسول وحمد الله رب العالم